أنقرة تعلن قتل قواتها بتعاون مع المتحلفين معها 25 ممن وصفتهم بالإرهابيين الذين نسبتهم إلى حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري في قصف مكتف وغارات جوية في منطقة جارابلوس في شمال سوريا القريبة من الحدود التركية وأضفت بأن هذه العملية أدت أيضا إلى تدمير خمسة مباني من المباني التي قالت إن خصومها كانوا يستخدمونها في المقابل أكد من لندن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض لدمشق أن معارك عنيفة وقعت ليلة أمس في قريتين بجارابلوس وأوضح أن خمسة وثلاثين مدنيا على الأقل قتلوا في جنوب هذه المنطقة منذ بداية المواجهات المسلحة بين الجيش التركي وحلفائه من جهة وخصومهم من جهة أخرى التدخل العسكري التركي المباشر في شمال سوريا انطلق الأربعاء الماضي بدرعة طرد التنظيم المسلحة المسمى الدولة الإسلامية وبشكل خاص لمنع الفصائل الكردية الانفصالية من السيطرة على جارابلوس ومحيطها وإبعادها عن الحدود التركية